اشتركوا في القناة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صنواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ونقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه مضفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض فإن على ذاب به لقدرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغي للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ماذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا بني حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إلي أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا وإنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ففن الحمد لله وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتنين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيه مرسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال أن لأم من قوله الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة ويأت الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشعرون ولئن أطعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا لبتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هجهات هجهات إما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذته الصيحة بالحق فاجعلناه غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجنها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبون فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أمؤمن لبشرين مثلنا وقوما لنا عابدون فكذبوهما فكاموا من المهنكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرا بينهم زبرا كل حسب بما لديهم فرقون فذرهم في غماتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبني نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يحطون ما آتوا وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعا ولدها كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتنى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكفرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا قول أن جاءهم ما لم يأتي آباءه الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك نتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة على الصراط لماكبون ولو رحمناهم وكشفنا مابا من ضرر لنجوا في طغيانهم يعملون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبرسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفردة قليلا مما تشكرون وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مدنا وكنا طرابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لتهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشيكون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما لعدهم لقادرون ادفع بالنتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعني أعمل صالحا فيما تركت كلمة إنها كلمة هو قائمها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفحوا جواهم أروا فيها كالحون ألم تكن آياتي تتنى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير راحيم فاتختموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحقون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلى أن آخرنا وبرهان له به فإنما حسابه وعند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين